لك فاروق خليف الأخبار الرياضية في منتصف الليل شكرا جزيلا لك إذن إلى شأنها الاجتماعية الآن وبعد أن عرض تلفزيون النهار لحالة الطفل محمد أمين الذي يعيش حالة من الغيبوبة منذ 25 شهرا عرفت قضيته مجرى آخر تتم التلاعب بملفه الطبي حسب تصريحات والده تابع المزيد مع إبراهيم برقاش يقولون عندما تأتي المصائب لا تأتي فرد هو حال بلال والد الطفل محمد أمين الذي أرقده خطأ في جرعة لقاح شهره الأول مدة 25 شهر وبعد بث قناة النهار لحالته التي أثارت موجة من التعاطف الشعبي استقبل مجمع النهار عشرات المحسنين الذين وجهناهم لبيت العائلة ومن بعدها ناس جولية ناس القناة النهار حاوثوا يعاونوا الطفل باش يعاونوا باش يديس كفوا بأيدون الخارج طلبوا مني تقارير طبية واش لازم واش عندو واش الحالة اللي راه فيها إلى هنا الأمور تبدو عادية لكن طلب أحد المحسنين إحضار التقرير الطبي للمستشفى الذي كان يتابع علاجه فيه هو من أحدث المفارقة عقب تبين عدم تطابق التقرير مع حالة الطفل حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بمدير المستشفى في حضور والد الطفل إلى أنه رفض الرد على تساؤلاتنا لا يتم الرد على الرقم الذي طلبتموه يرجى إعادة المحاولة بعد حين هي ممارسات أصبحت شبه عادية في قاموس مستشفياتنا فهل سيتحرك الضمير وقبل ذلك من يتحمل المسؤولية ومن يكفكف دموع هذه الأسرة